مرابا اركاداشلار اولاين اكاديمية هوشكالدينيس اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد ومجموعة جديدة من افعال اللغة التركية المستوى الاول وامثلة عليها في هذه السلسلة باذن الله سأتناول جميع الافعال الموجودة في كتاب اسطنبول المستوى الاول مع مثال عبارة عن جملة لكل فعل وسأحاول ان اشرح يعني كيفية استخدام هذا الفعل في اللغة التركية اتمنى تكونوا جاهزين لنبدأ بحلقتنا الاولى من سلسلة الافعال وامثلة عليها في اللغة التركية معكم احمد عبد المجيد مدرب اللغة التركية في الاكاديمية حياكم الله نبدأ بالمجموعة الاولى من الافعال الفعل الاول هو الفعل اتش ماك اتش ماك اتش اتش ماك يعني الفتح فتح مثلا أنا اذا بدي روح افتح حساب ببنك شو بقلن غالن حساب اتش ماك استيوروم عساب اتش ماك استيوروم بانكضا حساب اشتم يعني انا فتحت حساب بالبنك اشتم اذا هو اشتقاق الفعل اتش في الماضي اذا اتش مارك بصيغتها الحالية مارك هي مصدر الفتح اما الفعل فهو اتش فعل الامر طبعا يمكن تصريفه في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل عندما سنتعلم ان شاء الله مستقبلا الازمينة في اللغة التركية اذا انا صرفته في الماضي على اساس انني فتحته في الماضي فقلت بانك اضع حساب اشتم يعني فتحته حسابا في البانك وهكذا الفعل الثاني يعني الالم الالم او الوجع اقول يعني راسي كتير عميوجعني الفعل الثالث بحلقتنا اليوم هو يعني الاخذ او الشراء مثلا بير بيلات الماك استيورم مثلا انا حطيت هون الالمك بصيغة المصدر لانه حولته لاسم اذا انا بدا استخدمه بالفعل مثلا ماركتان سبزة ألضم ماركتان سبزة ألضم اشتريت سبزة خضروات من الماركت اذا استعملته بصيغة الفعل ألضم مع الماضي أليورم مع الحاضر الفعل الآخر هو الفهم وهذا الفعل يحتاج الى مفعول به اخول اخطي اخطي اخولي اخrias انا لا افهموك نيروسون؟ نيروسون؟ بانسنيو اعنمbras اخطي اخطي اخذاام عبشر الاشمان أعترف沒有 اعترف مرنا لا أعترف تريد النحوة فريود لدينا من الدخ Clan أعترف لدينا تمام وتجي بمعنى البحث ايضا الفعل اراماكي يأتي بمعنى البحث ايضا مثلا انا اخترم قيب اونو اريورم عم دور عليه انا اخترم مفتاحي ضائع قيب اونو اريورم عم دور عليه وهكذا ايضا مجموعة جديدة من الافعال اصمك اصمك التعليق اصمك اصمك البسالرمي طبعا مكتوب خطأ في السلايد البسالرمي دورا اصيورم يعني انا عم علق البستي على الجدار البسالرمي دورا اصيورم اصيورم او اصتم بالماضي اصتم اصيورم بمعنى اهلا انا عم علق البستي على الجدار اطلمك يعني عديتو او مريت في اطلمك اطلمك تمام او مسلا سقط السقوط اطلمك بمعنى السقوط مسلا جملة يمي جياركا بر دوما اطلمشم بر دوما اطلمشم انا عمل بس اميسي شو صار نسيت او 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 تعديت او او تخطيت واحد من الازرار اطلمشم طيب اطمك بمعنى التخلص او الرمي مسلا سترس اطمك استيورم ريدو التخلص او الرمي من الضغط اذا سترس اطمك استيورم المجموعة الاخرى تبدأ بحرف الب باك ماك باك ماك يعني النظر باك ماك مثلا انا انظر الى الكاميرا كاميرا يا باك يورم كاميرا يا باك يورم انظروا الى الكاميرا بانيو يابمك الاستحمام او الدوش هر صباح بانيو يابيورم بان هر صباح بانيو يابيورم انا بتحمم كل يوم باشلمك بمعنى البداي او البدء باشلمك درس بير ساعت صنرا باشلور الدرس يبدأوا بعد ساعة درس بير ساعت صنرا باشلور ايضا لدينا مجموع اخرى من الافعال بايلمك بايلمك باتلمش مصرا بايليورم باتلمش مصرا بايليورم يعني انا بحب كتير البوشار بايلمك 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 باسلان ماك بمعنى التغذية أو الغذاء بصالق لباسلان يوروز يعني نحن نتغذى بشكل صحي بيل ماك بيل ماك يعني المعرفة مثلا بسألك واحد باللغة التركية بتقول له انا ما بعرف تركي فشو راح تقول له بان تركيا بيل ميورم مثلا ما بتعرف انجليزي بتقول له بان انجليزي بيل ميورم تمام اذا واحد سألك قلمي من اردى وينو قلمي تقول له بيل ميورم ما شفتو ما بعرف وين وهكذا بينماك الركوب بينماك الصعود الى الحافلة او الركوب في شئ ما ممنور ساعة دوكوز دا مترو يا بين يورم ها الدوكوز دا مترو يا بين يورم الان الى مجموعة اخرى من الافعال بيريك ترميك بيريك ترميك شوفوا جاية من الفعل بيري واحد بيريك ترميك يعني ليرا ورا ليرا ورا ليرا عم جمعون عم صمدون بيريك ترميك بيريك تريورم ايوال ماكي تشين بيريك تريورم يعني انا عم جمع مصاري كرمال اشتري بيت بيتميك بمعنى الانتهاء او النهاي او الانهاء بيتميك دون اخشام برام بيتميش برحل مسا خلصوا مصرياتي جنطت برام بيتميش بيتميش برام بيتميش برام بيتميش برام بيتميش ماذا لعندي مصاري بلوش ماك الالتقاء او المقابل او التقابل تمام ارتسي جن ينا باستا جدا بلوشتو لار ارتسي جن يعني في اليوم التالي ومرة اخرى ينا باستا جدا عند بقى الحلويات بلوشتو لار يعني تقابلوا او التقوا بلوشتو لار بلوشتو لار هيك حبايبنا الحلوين منكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من حلقتنا الاولى من حلقة الافعال الخاصة بمنهاج اسطنبول المستوى الاول ان شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة سنتناول مجموعة اخرى من الافعال نصيحتي اليك احفاظ الافعال معنا ومثالا وحاول انك انت لحالك تحكي جمل فيها هاي الافعال جمل بتفيدك بحياتك جمل لازمتك يعني انت هذا الفعل تعلمته كيف ادي احفظه افضل وسيلة اللي حتى ما انسى هذا الفعل هو اني استخدمه حطه في جمل واستخدمه انا امسك وراءه قلم اكتب واحفظ مجموعة من الكلمات والجمل هاي افضل طريقة للتحدث هي انشاء الجمل بشكل ذاتي ولكن انت تعلمت الافعال وحفظتهم بس الاحلى من هيك انك تحافظ عليهم بدماغك من خلال التركيز على استعمالهم في جمل ما وفي مواقف انت حابب تمر فيها بحياتك او ممكن تمر فيها بحياتك ويلزموك هدول الافعال يعني حاول تخطط لمستقبلك الجديد في تركيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا